اشتركوا في القناة اعمل كذا او لو لقيت احمد بيساوي احمد او محمد بيساوي محمد اي واحد من الاثنين برضو اعمل كذا هل ممكن اعمل ده او ممكن اعمل ده عن طريق الاند والقور يعني دي القور ودي الاند طائقا نبدأ مثلا انا اقول له MYSTRING هنا STRING суп و MYINT مثلا خماصدح واضتكو الله اف MYSTRING بيساويapseو STRING محمد and my int هنا بيساوي 15 والله اقام كي قلني مسلا بوس alright اعلم كلام جميل او كلام ولتنو السيف my string بيتساوي string او والله انت رجل محترم والله انت رجل محترم او my int بيساوي 15 خلي بقى 10 هل قل لي برضو one of them is right and else print none is right ولا حاجة صحة انا هنا في الif condition بتاعتي قلت له والله لو ما يسترينج بيساوي string في الحالة دي او we my int بيساوي 15 وفي الحالة دي برضو يبقى كده الif condition تحقق الحالتين او الشرطين اللي جوه الif condition كاملة دي كلها الif condition طيب الشرط ده والشرط ده اللي جوه الif condition بتوعي الاثنين صحة يبقى في الحالة دي هيطبق ويقول لي both are right طيب run قال لي both are right الاثنين صحة طب والله قلت له مثلا دي 10 ودي string عادي مش string ورنيت قال لي one of them is right كده وفاكس لأول واحدة لان دي اخلت بالcondition لو واحد منهم مش صحيح دي كلها مش هتتنفذ لان انا قلت له and لازم ياخد الشرطين هلو الكلام هو منازل لا my string بتساوي string أو my int بتساوي 10 يعني يدي يدي هنا and بتاخد الاثنين هنا لا يا معلم هنا انا بقول له يدي يدي فقال لي one of them is right بالفعل دي لأ ما تحققش ولكن التانية مابوضة بالفعل 10 اتحقق هلو الكلام طب انا قلت له مثلا ده مثلا بعشرين ودي string ورنيت قال لي none is right ولا حاجة صحة راح هنا قال له الله لو دي بتساوي string طب دي بتساوي string ها هتلع لي ايه بعد قال لي one of them is right ليه لانه نفذ الكون دي راح شاف قال له ده بيساوي string قال له اه بيساوي string او ده بيساوي 10 لا مش بيساوي 10 بس دي تحقق فقام طبق لي الشرط ده قال لي one of them is right طب انا خليت stringه باتنين قومة ومطم ران قال لي none is right ولا حاجة صحة راح هنا قال له الله يشوف لي يا ابني لو string بيساوي string قال له لا بيساوي string طب هل my integer بيساوي 15 قال له لا برضو my integer ما بيساوي 15 لدي ولا حتى دي اما طرق علي دي خالص نزل على اللي بعد قال له هل my string بتساوي string لا او my integer بتساوي 10 برضو لا يعني لدي ولا برضو ام شاء لدي وام داخل عشان انها حدت else قال لي no miss right طب لا مش هيتبعلي حاجة عدي الكوب بتاعي سعليم بس انت ما حططلوش امر ينفذه لما ما يلاقيش حاجة ما حططلوش امر في else حلو الكلام طيب هلأ المقارنة عندي لانتبقى بنص وتكست بس بالاند والأور لأ هتعامل معاها على انها اه اف كونديشن عادية خالص او مثلا if strings dot contains مثلا my string بيحتوي string كده انا اقولت له والله لو الماي سترينج بيحتوي كلمة string وبالفعل بيحتويها و my integer بخمستاشر اتبع لي both array طبعا both array هلو كلام طب انا مثلا هل اخر اتنين كونديشنين اربطهم بان لا والله ممكن تحط اكتر من ان حالو انا ممكن اقول له لو string بتحتوي كلمة string او مثلا بتحتوي دي كده و مثلا strings بتحتوي برضو كلمة string اه قال لي string اه اه عمرا قال لي both array برضو هو دخل على الشرط ده طوله والله ده وده وده لو التلاتة هققوا اتبعلي بالفعل بص and right حالو وقام طبيعة ليه دخل قلت له هل my string فيه الشرطة دي قال لي اه بالفعل في الشرطة دي و my integer بيسوي 15 قال لي my integer بيسوي 15 طيب و my string فيه string هل اه بالفعل my string بيحتوي كلمة string وام مركيلي عليه طيب انا مسلا اخليت بشرط من الثلاث non is right ولا حقا صح طب انا نزلت هن طلو دي ب15 اخليه ب20 قال لي one 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 واحد منهم صح نزل هنا يا معلم ولاقيت وعم قيل لي my string بتساوي string لا ما بتساوي اش طب او my integer بتساوي 20 قال لي اه بالفعل دي بتساوي 20 فقام او حاجة واحدة يعني جنب ب2 او حاجة واحدة يعني انا اقول له مثلا if my string بيساوي ساوي string مثلا خلينا كده لو بيساوي string and my integer بيساوي ساوي 20 او my integer بيساوي 25 خليها هنا وصلا 35 انا هنا والله قلت له my integer ب20 قلت له لو my string بيطابق كلمة string وبالفعل الصحيح و my integer بيساوي 20 دي كده لو حدها condition يعني انا لو جيت هنا وعملت عن قال لي انا بدم اصرعي ليه لانه بياخد ده كاملا او ده ده يده ودول اتنين اخد بالا يعني اخد ده كاملا اللي هما الشرطين او ياخد الشرط ده لاني فصلت بيهم بأو في فرق بين و وأو and و في فرق بينهم عظيم وما ينفعش تخلط بين الاتنين أبدا ومع التمرين اكيد هتفهم الفرق بينهم واعتقد المثال ده وضح لك انك ممكن تربط condition او condition مع واحدة طب انا جيت مثلا هنا حطين دي 35 وقالت له الله يرى برضو قال لي يرزي and my integer بتساوي 20 لا يبقى الشرط ده كده فاكس او my integer بتساوي 35 او بتساوي اما طلع لي بالفعل مغلطني حلو الكلام بس ده كل اللي كنت عايز اشرح لك بال and وال or انت ممكن تعمل اكتر من وممكن تفصل بين و و و بس لو احتاجت حاجة في او حاجة تقدر تسألني في او تروح تسألني على تويتر و انا في العون يعني ان شاء الله بس يا معلم استودعكم الله لعرفكم في حلقة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وغركاته